عبد المنعم البنة لما تناولناها تناولناها ايضا بالوثائق والمستندات وقلنا انه الوزير حيقصم اليمين بعد ساعات قليلة ونتمنى انه يتم تفادي وتدارك الموقف على اعتبار انه حتى القضية مش قضية مش هستنى انه يبقى فيه اتهامات واضحة من النيابة او انه تبقى فيه احكام قضائية يعني بنقول دائما في مناصب من هذا النوع لا بتوسع دائرة شبهات والله لو لقيت حتى فيه شبهة مجملات وفيه شبهات متعلقة باهضار المال العام وفيه شبهات متعلقة باعطاء مكافآت لنفسه وايضا الحصول على افدنة لنفسه من اراضي شباب الخرجين كل ده كل ده كل الحقائق التي قدمناها بالاضافة الى فشله في مركز البحوث الزراعية وهو المركز ده هو عقل وزارة الزراع يعني اذا نجح لازم تنجح وزارة الزراع طب هو ما نجحش طيلة السنوات الماضي ولم يحقق اي نجاحا وبالتالي هنا يعني كنا نعتقد بالمستندات التي قدمناها بالوثائق التي كشفناها بشهادات التي كشفت الكثير من الحقائق والخفايا كنا نعتقد بانه الوزير لن يؤدي اليمين ولن يقسم اليمين عشان كلا هتشوفوه دلوقتي يمين تمنينا تمنينا الا يقسمه وزير الزراع ولكن للأسف قام الوزير بإلقاء اليمين وبتأدية قسم اليمين نشوفو بعد كده نشوف نقول لكم ايه الموقف كيف سنتعامل مع قضايا من هذا النوع عبد المنعم عبد الودود محمد البنان وزيلا للزراعة واستصلاح الاراضي اقسم بالله العظيم انا حافظ كلسا على نظام الاموري وانا احترم الدستور والقانون وانا ارى المصالح الشعب رعاية كاملة وانا احافظ على استقلال الوطن ووحدك وسلام الرجال ده الحقيقة طبعا الدكتور عبد المنعم البنة بقسم اليمين اصبح وزيرا للزراع مع كل الشبهات التي توحيد به مع كل الاتهامات التي واجهته مع كل المستندات والوفاء التي ازعناها ونشرناها حنتعامل مع وزارة الزراعة حنشوف ما يتعلق بتأثير هذه الخلفية وزير جاء من خلفية كلها محاطة بالشبهات ايه اللي حيحصل؟ كيف يمكن انه ينقذ الزراع؟ هل تتخيلوا انه يلقي بطوء انقاذ للزراع المصرية وهو الذي اغتالها وهو في عقل هذه الوزارة كرئيس لمركز البحوث الزراعية أم لا؟ انما ما في الشك انه كنا نتمنى مع كل المستندات والوسائق التي ازعناها احنا لعبنا دورنا لان البعض يعني بيتخيل ان المسألة وكأنها هزيمة لنا وكأن احنا عايزين منصب وزير الزراعة مثلا او انه عايزين ننصب شخصا بديلا له لا القضية ليست كذلك والمشاهد والمسؤولين ايضا يعلمون جيدا ان القضية هي في وزير احاطت به شبهات لاحقته اتهامات في مجموعة من المستندات والوثائق مهما اعطى تفسيرات لها تظل في النهاية هي مستندات ووثائق تؤكد اهضار المال العام اقسم الوزير اليمين امام رئيس الجمهورية وهو القسم اللي انا قلتلكه كنا نتمنى ان لا يقسمه كنا نتمنى ان لا يقسمه ولكنه اقسم اليمين واصبح وزيرا لواحدة من اهم الوزارات في مصر هي وزارة الزراعة واحدة من اخطر بوابات الفساد في مصر بدليل شوفوا عدد المسؤولين في هذه الوزارة اللي جوه السجن واللي دخلوا السجن طيلة السنوات الماضية فلما كمان يكون في وزير تحيد به الشبهات وتكون في كل هذا الكم الكبير من الوثائق والمستندات تتعلق به يعني حنسيب ده يعني ربما يكون المسألة حنتمسك بالامل لسه البعض طبعا بدي تفسيرات مختلفة يقولك اصله خلاص المجلس ان هو بوافق وبالتالي علشان تسقط اسما ده بيسقط التشكيلة كلها ولابد من اعادة القرى من جديد وخلاص تحدد موعد قسم اليمين مع رئيس الجمهورية والحكومة في تقييم لها في شهر ستة وهيمشي فيها عدد كبير من الوزراء وتمشي الحكومة نفسها وفقا ليه التوقيت المحدد طيب هتبقى جيبتوا ليه ومشيتوا ليه وكمان الاخطر من كده ما هيبقى محسوب عليك انت من المفترض انك بتتعامل على انه فيه ثوب ابيض ما انتش عايزه يكون ملطخا باي بقع سوداء لكن ده اللي حصل بالاضافة للكارثة اللي احنا اكدناها وهي بقاء وزير الصحة في موقعه حنتابع معاكم الموقف في الحكومة في الايام القادمة وحنشوف كمان اللي بيهم الناس جدا هو طيب عايزين الامور تنعكس على احوالنا المعاشية والاقتصادية حنبقى نتناول معاكم كل التفاصيل بعد قليل ايضا فيما يتعلق بقطاعات مختلفة من الورد